بسم الله أب والابن والروح القدس والإله الواحد أمين هنكمل سلسلة اسمها غرس الفضائل في الأطفال احنا وصلنا الحرف الكاف كنا ماشيين ألف احترام ازاي تغرس الاحترام في الطفل انتو كلكم خدام يعني فيه أطفال فيه أحفاد فيه أطفال في الخدمة احنا كلنا مسؤولين عن غرس الفضائل المسيحية وكلنا خدنا فكرة انه كل ما تغرس بدري وتغرس كويس كل ما يطلع جيل مختلف وطبعا ابتديت السلسلة دي بسبب المقاسي اللي بنشوفها في العيال اللي طالعة بالذات في العشوائيات الحقيقة العيال أخلاقها غريبة جدا مفيش تقريبا فاليوس خالص لا فيه احترام ولا فيه أمانة كسب شطارة السرقة سهلة مفيش التزام بحاجة ده المجتمع كله غرس البلاوي دي احنا ككنيسة مسؤولين نغرس الفضائل في عيالنا ان كانوا في بيوتنا او في الخدمة لانه دي قضيتنا هاخد المرة دي في الكاف كمال غرس الكمال يعني ايه اللي بيسموه seeking perfection انا ممكن اغرس في طفل انه يفضل طوله عمره يحب العشرة من عشرة في كتير قوي من الجيل ده ولا فارق معاه بالعافية بيفكر في نمرة النجاح ده لو فكر الحقيقة ده ما يطلعش جيل مسيحي كويس ابدا انما التربية الصح انك تخلي الطفل باصس دايما للعشرة من عشرة لان ده تعليم المسيح كونوا كاملين دي تكررت في الانجيل اذا ده تعليم مسيحي كاملين كاملين في كل حاجة النظافة عشرة على عشرة النظام عشرة على عشرة الادب عشرة على عشرة اذا سهوة الكمال هي فكر مسيحي وفكر انساني كمان لانه خلي بالكم الانسان لما اتخلق اتخلق على صورة الله ومثاله في اللغة اللاهوتية ليه مثاله غير صورته يقولوا الاباء صورته دي الامج ومثاله ده اللايكنس فقالوا الامج ده البيزلاين اللايكنس دي عملية تزداد يعني ايه يعني الانسان اتخلق على صورة الله لكن ينمو في التشبه بالله لدرجة الكمال اللي هي عشان كده يقولوا الكتاب قصد يقول الكلمتين صورته ومثاله زي ايه ابنك طالع شبهك لكن الحقيقة مش واخد من كل اخلاقك لازم مع الايام يتقدم وياخد احسن ما فيك ده اسمه اللايكنس يعني دي عملية ايه تراكمية عملية تنمو مع الايام انما الطالع الاولى دي الولد شبه ابوه او امه ده الامج فهمتوا الفكرة الانسان لما اتخلق اتخلق على صورة الله لكن ومثاله ده بقى الغلط وعكسه لما عمل خراب بتاع الوصية وكسر الوصية شوه الصورة خالص رجع المسيح يرجع الصورة والمثال عشان كده احنا كلنا في رحلة حياتنا بنتشبه بالمسيح بننمو للكمال المسيحي انت كويس لكن ممكن تبقى حسن ولازم تبقى حسن لان ربنا بيقول كونوا ايه كاملة ازاي تغرس مفهوم البرفكشن في طفل ده موضوعنا لان الطفل بطبيعته مش عاوز يتعب خلي بالكم لكن لازم الاول احفزه اي فضيلة لازم معاها تحفيز يعني اغراء تقنعه قد ايه العشرة من عشرة دي حلوة يا سلام لما يكون القضا متوضبة لما تعمل كلين اوب والايه واللعب تتلمى مكانها لما تبقى خطك حلو لما تجيب عشرة من عشرة في الحضانة وفي سنة اولى وهنسقفلك عملية التحفيز بتنمي رغبة الصح يبقى اول عنصر في قضية الكمال انا بكلم مع اطفال في كل المراحل اتخلي بالكم لكن على الاقل لغاية عشر سنين هي قضية هامة انه كمل تمم خدمتك كلكو حاجة يعني سيدنا البابا كان عمل مؤتمر للشباب العالم سباب الكنيسة الابطية من كل العالم وجاب عينات من أستراليا وامريكا وكندا وأوروبا وكان داعي ضعفي في ممحاضرة وكان ورايا بعد كده المهندس نجيب سيويروس لانه كان جايب لهم شخصيات عامة كمان الحياة باش مهندس نجيب حكى قصة انا اقول مرة سمعها عنه وفرقت معي قال انا كنت تلميس خيبان وما كنتش مكتهد لغاية سنوي جي أستاذ مسكه وقال له انا اجيب انت زكي انت مش عاوز تتعف انت اللي زيك ما يقبلش اقل من عشرة من عشرة ولازم تعيش بالمبدأ ده قال انا من ساعتها من سنوي ما بقبلش اقل من عشرة من عشرة وما دخلش في حاجة الا لما بقى الطوب بتاعه التحدي ده جوايا مش مهم عندي الفلوس بس مهم عندي ده اللي قاله يعني الحقيقة الكلام ده فرق جدا مع الشباب وهم سمعينهم لانه بيكلم من ناحية عملية انسانية مطلقة بس خلي بالكو المدرس اللي في سنوي اللي مسكه وداله كلمتين كان له فضل وهو قال كده قال الراجل ده اللي مسكني يعني ده هوم ليه بس معها لمح التشجيع انت زكي انت تقدر تجيب العشرة من عشرة بس انت مش عاوز تتعب لكن لو اكتهد هتوصل لكده وما تقبلش اقل من كده مجرد مسج زي كده بدري ممكن تغير مصار انسان خالص واضح اللي انا عاوز اوصله ادي فكرة غرس الفضل طبعا دي لو تقالت في ابتدائي غير سانوي ده ابتدائي اقوى ولما تتقال من اب بيحب عياله ومن شخص قدوة خلي بالكو احنا اتفقنا دايما ان اي فضيلة تتغرس في الاطفال تبدأ بالموضل بالقدوة طفل شايف ابوه بطبيعته بيحب كل حاجة صح من غير تعقيد من غير وسوسة في فرق بين التعقيد والوسوسة وبين الصح ما بيكذبش ان الكذب ده مش صح حبش الفوضى الفوضى مش صح خلاص الطفل بيشرب ده فبيطلع يميل للبرفكشن محبش تبقى قميص ومبهدل ده منبهدري خلي بالكو طبعا بقى المناظر اللي بنشوفها دلوقتي في الشباب حاجات غريبة ياريت على القميص مبهدل يعني ده لو وجد قميص اساس لكن يبقى هنا فيه اخطاء كلها بتشاور ان التربية فيها الاخبط ومشافوش قدوة ولا حد قال لهم رغبة التفوق دي تمشي ازاي هنا رغبة التفوق في الرياضة رغبة التفوق في المذاكرة رغبة التفوق خلي بالكو seeking perfection ده مش معناه حاجة واحدة لا في كل حاجة لما تصلي تصلي صح فتركز لما تحفظ لحن تحفظه مظبوط وتقوله صح نهاردة انا كنت بصلي قداس الاطفال بصراحة انا متغاز مش همامس مش عارفين يقولوا اللحن صح مش صح غلط شماس ليه ما تحفظه اللحن صح واحدة بعد كيه بترتل مع العيال ان صوتها انا شاز مش صح طبعا الحاجات دي بتكنين لكن اول مفروض بدل فيه مسئولية قدام اطفال لما بنعمل الحاجة perfect بنغذي فيهم الميل للperfection لكن لما بنعمل حاجة متكلفتة ومتلزقة ومتلصمة يبقى احنا بندعم value غلط اسمه ايه تلصق وخلص وكروت واي حاجة ويلا على قد فلوسهم ما هو ده بقى المجتمع كله ماشي كده فطبعا حتى في الحياة الروحية اللي يعمل كده ما تخلش السماء لان السماء عاوزة perfection لان المسيح قال كده طريق السماء عاوز انك لو اقل غلطة في حياتك ما تسكتش عليه لكن لو انت تبرمكت انه عادي الغلط عادي يبقى عمرك ما توصل لانك مش هتقاوح مع الغلط واضحة يبقى غرس الفضائل الاول ان انا اميز الفضيلة او value القيمة زيه اتنين اقدم model اقدم قدوة ثلاثة اشجع افضل اشجع وحفز واشرح وما بطلش لان كل ده بيطلع لنا جيل احلى مننا كتير ما تبص على واحد زي اساناسيوس الرسولي ابو غرس في الرغبة للكمال اساناسيوس في سن عدادي تقريبا كان بتدى يحفظ انجيل يحنى وابتدى يقرى للقدسين اللي قبلوا تحت رعاية ابوه اليكسندرس اساناسيوس ده شوفوا عمل ايه في الكنيسة بعد كده ده لولا كان العالم كله تلوح لكن لانه اتربى على الperfection ما كانش يقول كلمة الا في مطرح وتحدى العالم كله ودافع عن الامان المستقيم لانه ما كانش فيه معلش في القمص معلش دي مش موجودة لان دي اللي بتبوز الدنيا كلها كل حاجة تبقى عشرة على عشرة